السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد الرضوان خلينا نشوف اليوم فيديو جديد من فيديوهات القناة وشكرا لمتابعتكم ودعمكم الفيديو اليوم أيضا عن أوضاع متميزة أوضاع جميلة بالشطرنج رح نشوف هذا الموقف نبلش فيه الأبياض يلعب ويربح إذا كنت أول مرة عم تشوفه وقف فيديو وحاولت لقي الحل الحقيقة اللاعب الأبياض عنده أفضلية مادية ولكن عنده بيدق سالك مهدد وهذا البيدق إذا راح راح تصير فرص الفوز صعبة جدا لأنه البيدق هو روح شطرنج وبلا بيادة بصير الفوز كتير صعب فكيف راح نلعب وكيف راح نحافظ على هذا البيدق هاي هي مهمتك الحقيقة إذا بدك تحافظ على هاد البيدق بهذه النقلة فرح تخسر هون الفيل واللاعب الأسود ممكن يدافع بقوة خصوصا إنه ممكن يدايق هاد الفيل لأن هاد الفيل مهمته إنه يحمي البيدق فرح يظل يهدده بالقلعة واللاعب الأبيض ما راح يقدر يطور نفسه فلذلك هاي النقلة ما كتير راح تفيد الحقيقة النقلة الأولى والجميلة هي البشوب على الإي فايف كيش طبعا هون إذا أخذ البيدق راح يعطي كيش هون مع شوكي على الرخ والملك ورح يرباح رح يصير فيه ثلاث قطاع مقابل الملك طبعا بسهولة بنربح فإذا أخذ الفيل شو رح يصير رح يتقدم بالبيدق والآن الطريقة الوحيدة للأسود إنه يوقف البيدق هو يرجع على البي ايت والآن النقلة الجميلة الرائعة التضحية بالفيل الثاني على البي ايت 3 وجمالها التضحية إنه التضحية مع كيش طبعا يعني تعطي تضحية مع كيش يعني ترجع نقلة اللاعب الأسود ومع ذلك التضحية رح تكون مفيدة طبعا إذا ما قبل التضحية رح يترقى لوزير مثلا إذا لعب هيك رح يترقى لوزير ويصير فيه الوحصان مقابل الملك طبعا بيموت بسهولة إذا ما بتعرف ليش بسهولة أنا عملت فيديو لشرح كيفية إيماته بسهولة سهولة يعني طريق خطوات منطقية خطوة أولى الثانية ثالثة هدفك بالخطوة الأولى هدفك بالخطوة الثانية هدفك بالخطوة الثالثة فرح تتعلم طريقة إيماته بكل سهولة هذا الفيديو ظهر الآن ورابطه بالوصف فمنرجع لا الموقف إذا هون بعد التضحية بالفيل الثاني اللاعب الأسود طبعا منذكر إذا ما قبله رح يكون فيه طرقية لوزير وبصير نهاية فيه الوحصان فلذلك اللاعب الأسود مضطر إنه يقبال التضحية مع كيش والآن النقل الثالثة الرائعة التضحية بالحصان التضحية بالحصان وهون الفكرة إنه التضحية بالحصان إجيت مع كيش وهذا الشي رح يعطي الوقت للبيداء بالطرقية فلذلك اللاعب الأسود هي أما بيحرك الملك وبترقى اللاعب الأبيض أو رح يضطر يقبل التضحية وأيضا مع كيش فهون وين رح يتحرك الملك؟ الحقيقة الملك لازم يتحرك على الجي تو ومجرد ما تحرك على الجي تو خلص هذا البيداء اترقى لوزير إجباري الألعاة مثل ما شايفين غير قادرة إنه اتوقفه طبعا رح تتحرك الألعاة هون مثلا رح يترقى لوزير رح تصير نهاية وزير ضد نهاية قلعة وهي نهاية رابحة بشكل أكيد يعني بنسبة 100% من الأوضاع لصالح اللاعب الأقوى صاحب الوزير ولكن هي نهاية صعبة شوي ولكن إحنا إذا عم نحكي عن تحليل علمي تحليل دور يعني بهمنا النتيجة الصحيحة يعني رح نفترض أن اللاعبين عم يلعبوا بالدقة النهائية أو الدقة القصوى فهون رح يربح اللاعب الأبيض ممكن نعمل نهاية أو فيديو عفوا عشر حي النهاية وكيف اللاعب الأسود بربح وشو الخطوات لتربح حي النهاية وشو الأفخاخ اللي فيها وشو الدفاعات اللي ممكن يلجأ لللاعب الأسود لحتى يحاول يحصل على التعادل فهذا هو كان الدور لليوم بس منرجع على الموقف هون بعد ما أخد لحصان قلنا لوين رح يتحرك اللاعب الأبيض الحقيقة إذا تحرك على الجي فور رح يخسر اللاعب الأبيض لأنه رح يجي على الاف وهيك رح يخسر اللاعب الأبيض لأنه الرخ صار عندها نقلة على الجي ون لحتى تعطي كيش وتكساب الوزير فإذا ترقى لوزير رح يكون فيها النكيش ورح يروح الوزير فلذلك هون رح لازم نكون حذرين ونلعب على الجي تو هلأ خلينا نشوف الوضع الثاني هذا هو الموقف الثاني الأبيض يلعب ويربح على ما يبدو الموقف سهل ليش سهل لأنك إذا بلشت تفكر أنه هذا البيضاء صعب يتلحق لأنه إذا تقدم الملك مثل ما شايفين صار بعيد كتير خارج المربع والحصان أيضا بعيد كتير ولكن بالحقيقة هذا البيضاء بتلحق واللاعب الأسود بيحصل على التعادل خلينا نشوف كيف النقلة الأولى رح تكون النايت على الـ E تو كيش رح يكسب تيمبو من خلال الكيش طبعا وين بدك تروح بالملك مثل ما شايفين الملك عنده ثلاث خيارات فقط الـ H والـ F والـ G طبعا إذا راح على الـ G خلاص الوضع سهل كيش من هون وشوكي وراح البيضاء فلذلك على الـ F أو على الـ H شو النقلة النتيجة نفسها تماما نقلة اللاعب الأسود رح تكون الـ G2 كيش والآن طبعا نفس الشيء إذا أخذته بالملك رح يكون لحصان على الـ F4 وأيضا رح يأخذ البيضاء فلذلك هون وإذا ما أخذته رح يكون هذا وزير متل ما شايف محمي بالحصان فلذلك الأبيض مضطر إنه يأخذه بالفيل والآن شو رح يلعب اللاعب الأسود الآن رح يجي الاحصان ويكسب التيمبو التاني على الملك كيش متل ما شايفين لو النقلة الأولى الملك راح على المربع H فنفس النتيجة رح تيجي نفس النقلة تماما كيش على الـ G3 طبعا هلأ وين ما راح الملك الاحصان رح يروح على الـ F5 ومتل ما شايفين الاحصان لحق البيضاء وخلص هذا صار الوضع تعادل لأنه صعب كتير إنك الترقي والملك رح يوصل بالوقت المناسب فلذلك هون النقلة إي سيكس نقلة خداعة تماما واللاعب الأسود رح يستطيع إنه يربح يتعادل بهذا الموقف وأيضا النقلة بشوب تيكس سي سيكس رح تعطي الوقت للملك إنه يدخل مربع البيضاء وبالتالي خلاص صار الوضع صعب جدا خصوصا إنه الملك إذا استطاع يحتل خانة سوداء بطريق البيضاء فبتوقع مستحيل طرده ليش لإني أنت عندك في الخانات بيضاء وما رح تستطيع إنك تعطيك واللاعب الأسود رح يظل يناور بالحصان والوضع رح يصير تعادل فلذلك هاي النقلة أيضا خاطئة إذن هون شو النقلة الصحيحة الحقيقة شفنا هون حتى يكسب تيمبو الحصان رح يروح على فهون النقلة جميلة جدا من اللاعب الأبيض واللي هي البشوب على الدي اي ثري تضحية جميلة بالفيل طبعا الهدف في يعني تهديدين الآن التهديد الأول إنه يتقدم بالبيضاء ليش لأنه حربنا الحصان من الكيش هون والتهديد الثاني إنه يجي على السي فور وطبعا نعرف إنه الفيل إذا إجا على نفس عمود أوصف الحصان بفارق مربعين فراح يجمد الحصان هلا منشوف فهون اللاعب الأسود مضطر إنه يتقدم بيء الملك لحتى يمنع هالبيضاء من الطرقية والآن الفيل على السي فور طبعا هلا هون إذا لأنه إذا أخدوا رح يصير في عنا وزير طبعا هون مستحيل يلحق مثل ما شايفين فلذلك الملك تحرك والآن الفيل على السي فور مثل ما شايفين إذا في عنا فارق مربعين الفيل رح يراقب كل خانات الإحصان مثل ما شايفين فلذلك هون اللاعب الأسود بوضع سيء فهون رح يتقدم على البيضاء ما في غير هالفرصة واللاعب الأبيض شو رح يلعب هون لازم يكون حزير ما يتعجل بتقديم البيضاء لأنه إذا تعجل بتقديم البيضاء صار الوضع تعادل ليش الحقيقة رح يجي الملك على الدي سيكس وهيك تحرر الاحصان لأنه مثل ما شايفين إذا أخذ الاحصان رح ياخد البيضاء وإذا تحرر الاحصان خلص رح يصير الوضع تعادل فلذلك قبل ما يتحرك بالبيضاء ضروري البيضاء يكون على خانات سودة حتى يكون مراقب الخانات السودة والفيل مراقب الخانات البيضاء وهيك بصير عنا للملك حتى ما يقترب من البيضاء فاللاعب الأبيض بطور ملكه بالأول وبعدين بيربح بسهولة والآن ممكن أنك تروح على الاحصان وتاخد الاحصان وصير الوضع ربح أظن صار الوضع سهل هلأ بنرجع بس على بداية الوضع في فكرة جميلة هون إذا لعب مثل ما إلا بشوب أخذ البيضاء لأن هذا الموقف صار تعادل راح يجي الملك ويدخل ضمن مربع اللاعب الأبيض والآن اللاعب الأبيض راح يجي على المربع المربع E6 والآن شو نقلة اللاعب الأسود وقف فيديو وحاول تلاقي النقلة اللي تحقي التعادل الحقيقة إذا لعبت الملك على D8 هي نقلة غلط لأنه راح يجي البيضاء على E7 ومتل ما شايف تسكر على الملك والنقلة البعدة طرقية إجباري وطبعا نفس الشي إذا إجاء الملك على C7 راح يترقى البيضاء إجباري فالنقلة الصحيحة هون هي نفس السيناريو السابق كيش ومتل ما شايفين راح يجي لهون والآن كيش راح تضطر تاخده والآن كيش وبهالطريقة هاي بتعادل اللاعب الأسود هذا هو كان فيديو اليوم إن شاء الله يكون عجبكم شكرا للمتابعة لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة